رحب حزب الوفد بتشكيل مجلس أمناء الحوار الوطنية كما ثمن الحزب اختيار مجموعة من القوى الوطنية في مجلس أمناء الحوار الوطنية والذي يعلق عليه الحزب آمالا كبيرة في تقارب وجهات النظر ووضع رؤى سياسية واقتصادية واجتماعية مشتركة تسهم في بناء مستقبل مشرق لمصر تحت قيادة سياسية واعية متمثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسي